موسيقى فلسطين كغيرها من دول العالم مهددة بمجموعة من الكوارث بفعل الظروف الجيولوجية والبيئية والسياسية لا سيما وأن دولا في الإقليم شهدت زلازل تعدات السبع درجات على مقياس رختر وفيضانات وحرائق واسعة وفي محاولة استباقية قبل وقوع الكارثة نظم مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث حلقة نقاش حول الخطط الإعلامية لحملة التوعية العامة للحد من مخاطر الكوارث ضمن فعاليات مشروع تقييم المخاطر وإدماج القدرة على الصمود فلسطين عندنا خصوصية هذه الخصوصية تندرج في كيفية الحد من المخاطر الطبيعي بالإضافة إلى المخاطر اللي من صنع الإنسان اللي بيمثلها الاحتلال من خلال سياسة الاستيطان وخلال التوسع وعمل الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني طبعاً هذا اللقاء اليوم هو لمناقشة الخطة الاستراتيجية وهي الجلسة الختامية في موضوع الخطة الاستراتيجية وأخذ ملاحظات شركائنا الرئيسيين في القطاع الحكومي والأهلي والخاص والأكاديمي وهذه الملاحظات سيتم عكس على الخطة الاستراتيجية التي سيتم إدماج الخطط الكطاعي للحد من مخاطر الكوارث وأشارك أكثر من أربعين ممثلاً عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في النقاش وتمركز حول الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في فلسطين للأعوام ما بين 2023 و2027 كدور أساسي في موضوع التنبؤ بالمخاطر الخاصة بالطقس ومزودين للمعلومات جزء لا يتجوز من المنظومة التي تتعلق بإدارة المخاطر في فلسطين وبناء عليه خلال السنتين الماضيتين كنا من السباقين إلى تنفيذ مشروع بالتعاون مع الإخوان في الدفاع المدني وسلطة المياه الفلسطينية بحيث نفذنا مشروع الإنذار المبكر من الفيضانات الناتجة على الأمطار المفاجئة كنا أيضا بتحديث شبكة الوطنية للرصد الجوي وإضافة محطات للفيضانات على مواديين أساسيات وهي مواديين موادي الزومر في عنبتا ووادي القلق بصراحة لقاءتها ضرورية جدا جدا إحنا مشينا مشوار لا بأس به في هذا الموضوع يعني واحد من الأمور المهمة أو الأشياء المحورية اللي عم نشتل عليها هو موضوع الخطة الاستراتيجية اللي إلها دخل طبعا في موضوع الحد وإدارة مخاطر الكوارف اليوم بتخيل إحنا عمالنا بنجتمع لحتى أنه نعطي الكومنتس أو الملاحظات اللي إلنا اللي إلها علاقة في موضوع الخطة الاستراتيجية لهذا الموضوع بصراحة نحن كأعضاء فريق وأنا كعبيل موجودة هون لحتى أنه نشوف دور الجامعات وإيش كل حد فينا كعضو فريق إيش ممكن يكون يؤثر في هذه الخطة أو في هذه المنظومة الكبيرة اللي بتحكي عن إدارة وإلحاد من مخاطر الكوارف مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارف تأسس عام 2017 للحد من مخاطر الكوارف في فلسطين وأبت البوابة الأولى في علوم الأرض وهندسة الزلازل والتخطيط الحضري يذكر أن مركز البحوث المتعلقة بعلم أوبئات الكوارف العالمي سجلت 387 حالة من الكوارف الطبيعية حول العالم عام 2002 أدت إلى وفاة نحو 31 ألف شخص وتأثر 185 مليون لشبكة وطن الإعلامية غيدة الحج حسن اشتركوا في القناة